عشرات من المواطنين والأولياء تجمعوا أمام مقر بداية المجهد عربي الدحمان بحمام الضلعة في المسيلة ليس لتنظيم وقفة احتجاجية وانتظار أولادهم بل لمبادرة إنسانية قاموا من خلالها بتوزيع وجبات على تلاميذ المدرسة بعد غلق مطعم المدرسة وحرمان التلاميذ من الوجبات لأسابيع هذه المبادرة التي يقوم بها مجموعة من أولياء التلاميذ الذين أتوا بمجموعة من الوجبات الباردة إلى هذه المدرسة تلاميذ الأبتدائية وعلى مدار أسابيع عديدة غادروا أقسامهم وبطونهم خوية وآخرون يقتلون ما يسدون به رمقهم من الدكاكين المجاورة إن وجدت معهم بعض الدنانير عندنا أحنا وليداتنا قعرام يقرأوا هنا يجوا يروحوا بطونهم خوية لكن التلاميذ الابتدائي الوجبة الغذائية لها أهمية كبيرة على نفس التلاميذ غلق مطعم المدرسة جعلنا نتنقل إلى مقر البلدية للإستماع إلى رد رئيس البلدية فكان مكتب رئيسها مغلقا وأحاله ليس بعكس حال المطعم المقفلة أبوابه